لأول مرة من مئات السنين الأمطار تنزل في الأماكن دي وكأن المعجزة الإلهية حصلت وبس علشان مصر تفضل وقف على رجلها وكأنها رسالة لكل العالم إن أم الدنيا محفوظة من فوق سابع سما عصر المعجزات ما انتهاش واللي حصل في مصر الأيام اللي فاتت دليل على كده يطرأ إيه الحكاية علشان تعرفوا التفاصيل تابعونا في الفيديو ده من خمسة بالعربي الأستاذ الدكتور عباس شرائي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجمعة القاهرة قال إن في خلال الأيام اللي فاتت هطلت أمطار غزيرة وسيول في مناطق كتيرة من غرب ووسط وشرق أفريقيا وده يعتبر طبيعي في الوقت دامن السنة نظرا للظروف الجوية نتيجة حركة الفاصل المداري باتجاه شمال أفريقيا مع بداية فصل الصيف ولكن الغير طبيعي إن حزام الأمطار يمتد أكتر في اتجاه الشمال علشان يضم أماكن بعضها لم تصلها الأمطار من مئات السنين العوينات مرورا بأسوان وكمان شمل كولامانيتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وامتدت الأمطار كمان إلى جنوب السعودية وفي المقابل هطول أمطار قليلة وأقل من المتوسط على طول خليج جينيا المعروف بأمطار الغزيرة الدكتور عباش رائي قال إن الأمطار بصفة عامة على سطح القرى الأرضية مرتبطة بعدة عوامل أهمها تأثير الشمس على مياه البحار والمحيطات وتكوين الزواهر الجوية زي ظاهرة ارتفاع درجة حرارة مياه سطح المحيط الهادي وتأثيرها على الكتل الهوائية وتكوين السحب وحركتها لتسقط أمطار في بعض المناطق زي شرق أفريقيا وتكون جفاف في مناطق تانية وشدة حرارة الشمس بالنسبة للأرض لها علاقة بدورة النشاط الشمسي وتدفقات البقع الشمسية اللي مدتها تقريبا 11 سنة وحاليا سنتين 2024 و25 بيشكلوا منتصف الدورة وبالتالي ذروة نشاطها خصوصا أن الدورة الحالية بتتسم بأنها الدورة نشيطة عن غيرها من وقت ما بدأت في 2018 وعلشان كده خلال الشهرين اللي فاتوا كان في ارتفاع كبير في درجات الحرارة في أيام كتير غير معتادة وهتفضل درجات الحرارة بالشكل ده لحد السنة اللي جاية والنشاط ده مسؤول كمان عن سنوات الفيضانات والجفاف في جميع الأنهار ومنها نهر النيل من ألاف السنين الأمطار غير المتوقع دي جات في وقت حارج جدا على مصر والسودان وده بسبب انتشار مخاوف عن تداعيات الملء الخامس لسد النهضة واللي بدأته إثيوبيا من بداية موسم الفيضان من أسابيع إثيوبيا ما أعلنتش عن كمية المياه اللي بتستهدفها خلال الملء الخامس وده بسبب حالة من الألق على حصة كل من مصر والسودان خصوصا أن الملء ده كمان بدون اتفاق مسبق مع دولتي المصب زي اللي قبله من هنا كان الألق خصوصا مع وجود انخفاض ملحوظ في منسوب النيل وده بالتزامن مع الملء ورغم أن كميات المياه اللي نزلت مش هتغطي احتياجات شعب الدولتين إلا أنها تعتبر حل مؤقت لحين الوصول لحل نهائي للأزمة مع إثيوبيا